اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة بقضية الفنان عبدالفتاح جوادي اكيد انكم كاملين تعرفوا الفنان عبدالفتاح الجوادي خريج برنامج كوميديا سطع على انه يفرض الاسم في الساحة الكوميديا في المغرب شارك في مسلسلات في افلام تلفزية شارك ايضا في السينما دار جوالات فنية اوقعوا واحد المجموعة من المشاكل اكيد ان انتم عندكم فكرة على المشاكل اللي يقعوا لي في اوروبا ويقعوا لي مع الزوجة دياله او لا نقولوا الطالقة دياله اللي تار الانتباه ديالي هو انه مؤخرا شفنا عبدالفتاح الجوادي خرج كي سعطف المغاربة في واحد الفيديو هو صراحة انا كنعرفه صديق ديالنا كنا اطلقينا مرارا وتكرارا وصراحة من شفت ديال جواد في فرنسا بقى في الحال خصوصا انه كان يصعطف المغاربة وكان كيقول بانني انا ظروفي صعبة ومعنديش فين سكون ما عنديش فين بات بقى فينا وبقى فينا بزاف لهذا احنا تحركنا في محاولة باش نساعدوه باش نقلبو ليه على شي حلول بديلة تصلنا بيه ما ما جاوبناش تصلنا بواحد صديق ديالو يدعي على انه مناجر ديالو او لمدير اعمال ديالو وعدني قل لي يا وخا انا غن نعطيها النمرة ديالك غير عيط لك الى اخيره المهمة لم يتم الاتصال وفي رحلة البحث مشاهدينا الكرام تستضمنا تستضمنا او لس ضمنا واحد الواقع خطير وخطير جدا تلقينا مع السيدة اللي كان ساكن عندها في الدار وكشفت لي نعلم جموعة من الاسرار اللي هي اسرار خطيرة وخطيرة جدا خطيرة وخطيرة جدا بالدليل احنا غن نتصلوا بها الان مباشرة هي الان فرنسا نتصلوا بها وهي غتعود لكم كل شيء اكيد ان السيدة ما غاديش تكدب ويما شيف مصلحته انها تكدب وعندها الدلائل ديالها عند الاضيوهات ديالها صفتاتهم لنا عند الوطائق عندها كل ما يفيد مشاهدينا الكرام ديالها ندخ vaigنها قول الصدمة لكن الصدمة كبيرة وكبيرة بزيف صراحة انا صراحة انا أصدمت صدمت والصدمات كانت قوية نتصلوا بالاخر النادية لكي نعرف ما عندها تصلوا بناديا ونعرفوا ما عندها ما هو واقع اليوم الصدمة نعيش معها في الدار وعرفها جميع الأسرار أهلا أختي نادية السلام عليكم يا مراد نبس عليكم كل شيء مزيان الحمد لله مرحبا بك عندي ومرحبا قناة ألوان ألوانكم ألوانكم دائما في خدمتكم ما خبارك أختي نادية لا بس كل شيء مزيان كل شيء مزيان كده أنتم اللبس عليكم لا بس أختي نادية لاحظك قبل أن نبدأ معك هذا اللقاء المباشر نريد أن نعرف أو لا نريد أن نتعرف عليك ما هي نادية أنا نادية مغربية جيت لفرنسا جيت مهاجرة بحدي بحل قاعد المهاجرين نزوش بواحد أجنابي وجيت لنا لفرنسا وبحدي بحل بلاد الشعب خدمت ولدت وليداتي هنا دفت الجنسية خدامها استقريت هنا لفرنسا وصعبية شليكا جميل سوف نبدأ معك القصة من بداية القصة ديالك بداية القصة ديالك مع الفنان المغربي عبد الفتاح جوادي كيف تعرفت عليه مرحبا كيف تعرفت عليه كنت أنا قناة ندير فيها الفلوغات وهذا ديالها المهم واحد من النهار أنا خدامي في خدمتي مع الصباح ماشي نبولك شي استانس هكذا في الصباح كنشوف في القائف فيديو واتش مهم كيدخل عندي في الفيديو وات ديالي وحتسيد كيكتب لي الكومنتار كيكتب لي وش بغيتي تدخلي لدير التمتيل قايت كنشوف ونقول شكوية السيد اللي كتب لي بحال وكنا نقرأ قرأت لي اسميته وكنيته قريتهم لي ويقول لي يعطيني نمرتك قتلي أنا ما كان أعطيش نمرتي في الحكم أنا مراه ودك شي ما أعطي نمرتي في الكومنتار وهذا هو يقول لي يعطيني هو نمرته تاصلت في البلاصة ومهم أنا في الصراحة أنا صريحة وغنقول ذك الشي الصراحة ما غنك بموالب قلت أنا باش أعطي قناتي ديالتي نعطي ذك شي لي قسم الله مخلص ولا شي حاجة وكما كيدر ربع جميع الناس المهم ما اتصلت به قالوا مرحبا قدر مع يمزيان قالوا هذي من هنا ديكم الليين في هناك أنا في حدوطيل هنا في مدينة جرونوبل مع باحكم هو الزوجة ديالوط على سوكين هنا وولاده هنا يجي هو لها دي المدينة المهم فرحت أنا في الصراحة هذا كالنهار كانت عندي الخدمة النهار كله مشارجي بجمع بقى العقل قلت لي قلت لي أنت أنا راني ما مساليش اليوم تلغط طلق معاك هو بقى بحلاك بحلاك بيلي بأن أنا غي مشي غي صافر وليس نقول لي بقى هل غدا السبت وهذا يقول لي يلا أنا صافر أنا ادي وانا داب برد فوح القهوة أنا ما قلت لي قهوة خاص نمشي معه مع شي حاد ماشي فمسي قلت أنا قلت لي وشتي تلع شي يونت لقنات هو صافر قرر قالي لا هو كنضم دير فراسه بأن خصو الناس تزيد اللي كيهضر معها يمكن ملف لما نعرف غدي سكون عندها فراسه هو أنا فراسي صغير غدي طلع لقناة ندور معها وليس ما صافر شوية دخل لي في الموضوع قالي أنا الوطيل ومقدش عندي فلوس وش تخوص طيل وهادي وانا ما عندي وخاص لنمش ترجع ندخل بحالي ورقي عفل وطيل هتغالين وهذا أنا بلا من تشاور مع راجلي لأول قلت لي أنت بغاية تجي تبرك عندي زيانا تتبغي تمشي مشي مشكلة أنا قلت زيما نهار وليومين مهم ومن تشوف بلادك محزوز ودك شركت تتعون مع المهم قلت على راجلي قلت هالي راجلي في اللول ما بغيش عكس لي قال لي لا ما يخلش عندنا راجل الضال هذي غري قلت لي أنا لا فنان عندنا وهذا هو معروف وبدأ ندير علي قلت يدبر راسك أنا ما نقول لك تحاجة ما يدبر راسك مشيت أنا خرج من الخدمة مشيت جبته رقيت واقف نيت حضا الوطيل هاز ساك وفي حويجاته ركب حدايا قال يديني لو عنده وحد السيدة رتا يدي قانات قال يديني عنده نجي من عنده حويج جاب الباليزة جبته معي الضار فرحنا بيه رعندي الفيديوهات عندي الفيديوهات في القانات دي ولي في اللول فجة عندي في اللول قلس عندي شحال قلس عندي دي كتمنيين قال يجيت نشوف ولادي وهدي 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 وعندي المحكامة وعندي وعندي وكان مشي معاه والله كان مشي معاه المعرض يقول يمون يديني يحط اني في حد باس غير الوراق كان دي كنحط وكان تسنى فيه واحد المرة ما اخد دعم وعيد كان فيق بكري إلا والله يلنعز في القنوبيل قايت كان تسنى فيه تسالة سالة ما عارش شك يدير موين سالة دك شك وجاء قال كي نصوف وراق ما وراق انا ما عارفاش انا ما كان دخل في وراق دي ولو صافي برك عندي تمني اذك تمني يام لتسع ايام مشي بحال في فرص الان في موال دي سامبر برك عندي مشي في حالات وصافي بسلامة فقط مع الصباح انا كان اخدم مع السب كما قلت لكم كان وصل طول محطة حطيته في العقار ومشيت بحالاتي ومشي بحالاته بقى يهضر معايا السلام نادي اختي كدير اختي لها بس على نفس المشكلة واحد من مهار وقال راجلي سولني قال لي واش نسلفو انا قلت لي معت مهم بدك يقول راجلي حيث كان راجلي كدير مع فيديوهات يقول لي حقا وغا تعيط عليك الدوزام وغا تولي دير فيلمات وعيط علي واحد المو خريج وسولني عليك وانا قبناك راجلي تعوى يقلني وبدأ يشوف ما عزيز عليه المغرب وذك شي ولا يقول دي انا راجلي يرجع بحل التراجع ما بغاش يصيف اطايدك الفلوس انا من يرجع لي انا قلت لي انا ادري وحد يومي وصيفتك المبلغ اللي قلت لي صيف طولك شوية يقول انا نحطك في المنتدى وانا هادي وانا ديك وانا المنتدى رفي حالصاني في الناس اللي نحو قلت لي شوف اخويا انا اخر ادخلتك على وليداتي وبرقتك معايا وشربتك ونقصك في فراش ولادي ودرتك بحل اخويا مت لازم ما خاش تكون بناتنا الفلوس وانا مشي قلت لك ما نعبك شغال نعبك ديلي واحد يومين وش ما نجد ونعب يالك عاتش قال لي ايش قلت لك دوك الناس تعدك المدينة خيبين وبلوك وبلوكاني بلوكاني دازت المدة دازت شهر اثنعش بشب حالات مهم شهر اثنعش شهر واحد شهر 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 خمسة شهر خمسة كانت فاجئ بي كي يكتب لي ميساج في اسميتو في الواتساب قال لي انا دي اختيع واشتك مبروك كدير الاباس قلت لي جو قلت لي تحاجت انا وخه بلوكاني صافي جاوبته انا قلبي بيض ضغي كان سامح ضغي كان سامح جاوبته قلت لي السلام لا باس حمدو الله واشتك مبروك اخوي صافي حبس قل لي اختي ما توقفيش معي تصبي معي الوراق تصبي معي الوراق وتوقفي معي اختي انا جاوبته قلت لي وخه انا شوية قل لي وش ولدختك ما تقدرش نسكن مع ولدختك في الدار قلت لي ولدختي ما يسكن ش معاشي واحد والدختي عنده ولدات وعنده يقدرش يسكن معاشي واحد ما يعرفوش واخي يكون يعرفوه ما يقدرش يسكن معا صار راح قلت لي قل لي ما يبغيش قلت لي ايو مهم انا قلت لراجلي قلت لي راها هكين هو يقول لي راجلي قل لي رمضان وبنادم صايم وهذه وهذه عيط علي يجدوز معاناشي يوم ويتم ويتم وثي يام فرمضان مشي بحاله هاتش اللي احنا درنا عيط معلي عيط علي راجلي مشي انا انا ما عيط علي انا قلت لي بلو كان اذيك المرة او دعو 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 ليلة جمعة الطل انا نعص معي يط علي يلق عني نعص مشي الوطيل هذيك الليلة الغد تلت ايام في الوطيل قال لي خلص تلت ايام تاعة الوطيل قال لي كيس حبي ما تفلع لي وليش حاجة خلص هو تلت ايام المهم نهار تلت ايام شي جبتو شي جبتو الدار برك دووز معنا رمضان را كان الفيديو وات كيش يشهدو على تشي كان كل شي دووز معنا رمضان شهر كل ساع رمضان سالة رمضان دووز معنا شهر لاخر ثاني شهر اللي تعب رمضان اه شهر هذا المهم انا عجلي بغي صافر البلاد كي مهم كما دكليكم عزيز اللي المغرب كيمشي ديما ويجي وبغيد واحد المشروع صور لسالله كيمشي المغرب مرة مرة كيمشي يوجد لي ويعودي رجال راجلي قال لي يا نادي وقال لي ما يمكنش انا نخلي معك راجل في الدار وكان عندنا بنت مراهقة وقال لي ما يمكنش ما نخلي نخلي يكون كفر مع راجل وإحنا أصلا كنا ديك الدار غنتحولوا منها قال لي غنتحولوا الدار الاخر صغير حتى الدار الاخر اللي كنا فيها كان فيها طاج الفوق دك طاج عطينا لي كيسكن فيه تال الليل عدا كيطلع واحد ولدي صغير وولدي الكبير كيطلع مسي بارية يعني إحنا ساكنين في الدار تحت نوع في فوقانية كيضل فيها عطينا الحرية التال مدي معللين فيها معللية فيها أنا ما كنخلي لي شعلي زي ما فرح عنا بي في صراحة وكل شي دازت واندو وزنا دك شي كول وزنا جينا هنا نعرض يجي هنا هاد شي وقع قبل ما يخرج في واحد الفيديو قبل خلال في الفيديو يقول طفل مغالبة يقول ما عندي شفين بات شو من ناخ رش كي بكي شي مني أنا قلت لي ما زبقاش مشي أنا اللي قلت لي أنا مقدرش نقول لي في صراحة قل لي راجلي صيف طلي غير راجلي تحرش دعو صيف طلي أو ديو قال لي شوف أنا عمشي للمغرب بقلي خمس يام وغمشي للمغرب قال لي أنت غريب وزيدون ركعوا في الدين وهذا ما خاص نخلي يقوم في الدار قال لي يا بات سوسي قال لي ما كي شي موشكي سمعت الأوديو أنا قال لي ما كي شي مشكي أنا ذا كمناركة خارجة جاية إحنا عندنا الدار الزم أدخل ومتخرج يبال لي يكي هزا صيكانه هزا صيكانه جاي هزا وحي تسوي وحي تسوي وحي تسوي وحي تسوي وحي تسوي سلامة واخر قبل ما نصل لهذه القيصة القبيلة كنت قطعتك قطعتك ما كنت كنت تقول لنا القبيلة قبل ما نقول لك بأنه هذا شي يوقع عليه ومن بعد خرج كيسة في المغاربة كنت تعاودي شي أخي هذا هو كيف وكيف هذا وكيف هذا هو هذا مني برك معي أنا شهرين تقريبا شهرين برك معي وهو أخذ وقال هاد الناس هم متفتحين وهادي غنعيش معهم غنعيش معهم طلب من الراجل قال لي غنسكون في القاراج غنلقاء هدنا 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 القاراج هات هده ذه ما قال لي لا فانتي هو هو عوق أخذ انها لا هدنا هدنا مشها الم wounded وings ولا قاعد يولو. قاعد يولو مش ادوش. من حقهم. مش ادوش. مش هوج ده مش ارجع عند مرتولي ده مع الحلال في بلجيكا مش عندها. كان كي. موين ما انخرش ما بايش نخرش شي. دب هو كان كي يهضر معها. انا بدعمي كان كي يهضر معها كان كي يقوز عليها. كانت كتقول لي صايفت لي الفلوس. كي يقول لي هلا. انتي ما درتش لي الوراق. انتي ما صوتش لي الوراق يولي. وبغاني نعطق الفلوس. آآآ قال لي طلقتها. طلقت بفمه ولا ما اعرف. ما انا ما حضرش مني طلقة. قال لي طلقتها. مني مشى هو اللي بلجيكا. را كان ديرتاني فيديو. قال لي ما عمشيو الناس عمشي البلجيكات. وحشنا ناس بلجيكا. را كان كاي درا ديك ساعة على الزوجة ديالتو. هذه الساعة مني مشى البلجيكا. الزوجة ديالتو هي ولادة جرعت علي. جروا علي. هي فاش بقى فيه الحال وخرج برا. خرج كي يبكي. بش فانتو. حلا يعني بحلا. مقابل حال السيدة شهرين وتا خارج. وكتبها كلها كتشد الفلوس. وطلبت منك تصيفط ليها وما صيفطيش ليها. يعني را مني مشيتي ما قبلاتك شو السيدة را عند اولادة. وعند ذاك صافي قال لي هو قال لي انا ما نفاهمش مع ابنتها. قال لي ما نفاهمش مع ابنتها. هدا هو علش خرج كي يبكي. واحد ما رحنا كنتحوله. را منها را تحولنا يبكي. يومين ومشي بحالات. اه كانت حوله. انا حشك ذوك لبوبال كيني لتح جامعين لهم لتح توج. كي يدير هزمن طنوبيله وعمر ذوك لبوتايته. لا بياغ ودك الشي. لقيتم انا في لبوبال معي والدي صغير ديس كان قول اش هاد شي اش هاد شي في الدار اش هاد شي. هو يقول يا والدي صغير اه شفته كان كي يشرب في الدار الفقانية. قال لي كي يشرب لابياخ في الدار الفقانية. احنا من الحكم خلينا لي ما كان طلعش هنا الفوق. قاعد. كان طلع على يومين. البيت اللي فيه هو. ما كان ندخلش لي انا. ما كان نقررش حوية جودك شوية. ما كان نقررش لي حوية جدي اولو. انا بقى فيي الحق. قال لي لاش. انا امنتك على داري والاولادي. وانا وخا خيضاء فرنساوي. انا ما عنديش شرب ما كيدورش في داري. وحرم لي. ودخلت لي الحرم لداري. يعني. ما اعتبرتنيش ومعطيتنيش قيمة. وانا. وكان انشي ناس شبعت من الناس. كي يقول لك لا لاش مش شديتيش. انا رانيش شديت واخوتي. ريتها الليت فيه. وشديت وعنده تقريبا جيشه. ريت واحد ما يشده. واموني شفناه كي يبكي. ميصاج عدرته في قناة ديالي. شافوا راجلي. اه صيف التولي. قد يشوف راه كي يبكي هذا. ويقول لي يا راجلي يبقى فيا. قال ليش ما نديروش لي شي حل. ويبقى هنا. يبقى زي ما ندر لي شي حل. قال لي يبقى فيا. فوق الله. قال لي اعلاق بالله نديرو لي شي. انا قتلي انا قتلي اللوة لكن في الداخل ديالي. ما نقول ما عرقت. شوية صيفت لي هذو كل ميصاجات اللي صيفت لي صيفت لك. قال لك حقا قلتي لي. قلتي لي يا قلتي. ده بشي واحد ما تقل لي غا عيراتك في في لايف وفي فيديو لما نعرف. انا ما عيرتوش. الناس كي يسولوني ويوضحي لنا على شكي يبكي ويوضحي لنا. حاجبت يا مرأة راجلي قل لي اصير تنجي. قلتي لي قلتي. قلتي قلتي لي يا قلتي عليا وتدعي لي يا ممي ممي ميتة. انا اللي بقى فيا ممي ميتة عشر سنين. ويعيط لي يا ممي. وانا عمرني. ديو قاعدة تعمرني ما عيط لي وليدي. ولا عيط لي شي حاجة. ومني جاهنا يجاهنا الضر. اه. والمشكلة في الضر هنا ما كيحتار مش بعد اصلا السلوكية دياله كيفاش. كيبات كليل كامل هو كيهضار حنا خدامين. كان في قوة مع الخمسة صباح. كيبات يهضار كيهضار في الليل. كيهضار في الليل مع البنات. كيهضار مع البنات. هو عنده اصلي قاعد له غير بنات. كيهّوال. كيهسول. كيهسول على البنات واش عدك جينسيية... واش عندك الدهر. واش عندك طنوبيل. اه... واش والدة... واش هادي. يعني مينس دخلو علي بنات بابها الولية. دا له اليمني كيبدي سول حالقوية حنا كنت من ترجع الله. ما كان نبغيوش مnelle شيه ونزيده معه القدام وليشنو صاف هذه هذه قصة ديالته وكان كشف ليكم مع القصة دياله مع الفنان المغربي محمد الخياري قال لي محمد الخياري ما قال لي كانت انا كنت كتب لي كان كتب لي انا كنت كتب لي ومدير لي ذلك السكيتشات قال لي اني مبقيتش انا انا كنت يخافوا مني وانا كنت يخافوا مني وانا عالي وانا كنت يقول هو وليكن بشنجبت معه داك ما كان جبتش معه صراحة موما هو اللي كان قال شي حاجة بحبكم صافي بشرب الدار كان كيطلع على عندكم انا ما كنتش اخوي انا ما كنتش اخوي كان كيطلع احنا اصلا نحاوي نضاع احنا نجيوها في الليل وانا نخرجوا وانا نجيوها في الليل وبعد ما رفت نكون ادام في الكوزينور لا كنتشوفه مني كيطلع كيطلع سويك كيطلعوا فوق ما كنت عارفوش اش فيه ما انقلبوش لي صاركوا السيد ولا بارك ما انا مني يصير تقلقوا ولا يعير فينا ولا يعيرني تفوع كمارة حشاكم تفوع كمارة هادي يعير فيها انا يعيرني ما يعيش لي يمون انتي حسيتي بشمتة بحلا شي واحد ادخلتي لدارك ودلتي فيه الخير ومن البعد تقلب عليك اه واني طلب منه تقولي انت سير راجلي انا طلبنا من هاد يارا بناتش نو بحلا بغاني معتن نحطه مع ولادي في الحالة المدنية ولا ما عارفو عنده رزقه رع عنده رزقه يعني رسيد عنده رزقه واش لي مني كيدربلك تيشوك تاع مية وخمسين اورا كنشوف تيكي انايا كيتخلص كيمشيش ريدك شي لباسكات تاع دوس سانساي كنتورا يعني يادر ما عندوش انا راني خدامة كمنود مع الصباح انا كلبس صندالة كما قلت قبيلة في اللايك ديالي كلبسها تاعة 14 اورا واناي صندالة وصندالة ديال ما نفوت فيها بان اورا يعني انا يعني انا هو حسن مني يعني عندو امكانية بشكرية عندو اه ما يبقىش يستحمر المهاجرين ويبقى يدروا معا الخير المشكلة يدروا معا الخير وكيدور فيهم وبدأ يعير في هاد المدينة اللي احتواتو واللي شداتو وشديته في اللول وشديته في التاني وخبر ما يدفه في اللول هجعني شدينا وفالاخر ولا كيضار في ذاك وكي كي يقول المدينة تقعد في مدينة خيبين علاش التاليزوين قال الناس صحب طاليا خيبين صحب فرنسا خيبين صحب بلجيك التاليزوين شوية دا بودة كي عوش الدكا والاحد كانت تسدو عليه البيبان كان يسحب لي غامشي للمغرب راشت الكومنتر لمسا يفط لي قال لي غامشي للمغرب لابا كيسحب لي هو غامشي للمغرب من يلقى ذاك الوحدة اللي تزيري اللي عيطات عليه حيث وراك يدخل عنده في كومنترات كيشبت الكومنتر وكيتتواصل مع السيدة تقول لغا نفعل لك ونتسرك لك وهدي وكيمشي غل مطلقات أنا الوحيدة اللي طاح بي أنا مجوجة قال لي ما فهمت شانا هي وحدة مغربية بقى بخيدة فرنسا وو بقى معاه قلت لي راجلي مزيان معاه يعني شغن تفرق معاه والده مع وليداتي مزيان معاه قلت لي علاش قال لي يلا غير بغيت نقول لك أول سيدة كتبالي أنا زمان يعني كيجي وكي وفي الفيديو الأخر وكيقول للناس أصحاب المغرب أوروبا ما فيها والوق متقاوش تجيه وعلى المغرب فيه هو سيد متناقض متناقض مرة يعير هادو مرة يشكر هادو مرة يعير هادو لا هو فنان خاص الفنان يبقى بالقيمة ديالته حدب أنا كيتعير معايا في كومنترات وفي الواتساب وفي الميساجات كيتعير معايا ما كان جاوبوش أنا مرة يجاوبتوا في الصراحة مرة يجاوبتوا ساكت ليجرؤوا ديالة كي يعيرني يعني تعاجلوا فنان والفنان كيكونوا راقي ما كيكونش ما كيكونش وخي يعيروا الناس ركني فنانا كبارين باش وصلوا اللي كانوا معايا راما وصلوا واصلين على ما كيتسادين فوامهم قال لي يكت في المغرب كتنضرب الناس قال لي أنا كتنعطيهم مرقل من الناس قال لي يكتنصرفقهم مهم قال لي أنا كان كل شي خاف مني أنا في المغرب ياكا للا اه اه انا ما 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 نكذب عليه ما نكذب عليه حقا راني بغى ندير شي حاجة ما الصراحة كنقول حيث علاش بقى في الحال وشانا نشدك عندي فضاري نشدك نبركك معوليداتي ونديرك في الأخر ندير ياكوك خلي خلي شتكون مشاك وخلى ذاك الشي زوين ما عارش كيف نقولها وخلى بلاستو زوينا كل مني شفتوا كيف تكون عيات علي وندير لي الحل ولكن ما كيستاهلش كيستاهلش والناس اللي عارتي مني تشد في الحفز ذاك المرة هاد المرة الأخر هادي تشد راكان تشرف شفتوا فش تشد في الحفز والله الراجلي يلفق مع الصباح ومشا اللي لا يقعد دافل وحتى مشي من عائلتنا لا ندير ومشي منه فقد لنا برأسو راجلي قالوا لي قلوا لي منها الجوج يخرج لما تشد يبقى رغان عيطه لكم يخرج رغان يمشي عندكم بطاة قبل الجوج عيط علينا لماذا كنت تشدوا ؟ كيف تشد؟ هو تشد عنده مني كان ضرب مرته كان عنده كان عنده كان عنده واحدة يمشي دي ما يبوينتي عندهم كان دي ما يمشي دي ما يبوينتي عندهم ما يمشيش بوينتي هو خاكم شهرب البلجيكا كيسحبوه ما يدروني شي حاجة كيف تفسروا للراجلي قال لي هم هذك الغوشي عقش يبقى عنده وسخ فين ما كيلقاو كيشدو كيديو هذو وزل القردابيت كيدووزو لي لونكي ولقاو عنده لها موناس كي موناس يمرتو في الميساجات وغوزمو ومشي البلجيكا وبركش حال عجل فرنسا لقاو عنده فوق عد قال الراجلي قال لي يكون كان قل من عام كنت غنغبر هم مرتو رغبروها مرتو رحولوها منفكة ساكنة وكان انشي وحدين كيقول لك حاجة مرتو كيدعو على مرتو هذا لا قال لي دير المرتو ما تحمل غرزة فراسة هم ودبه هو مهنة البوليس ومهنة استنطقه البنت دب استنطقه البنت هي الاستنطقها دب الدرجة الصغار اش كيقوله كيقول الحقيقة هم وهو كيدعي على السيدة ودارت لي السيدة وكيصابه لها في ورعته هي ولداته هي ولداته وهو يا فمو خيب فمو خير جالي فمو لي خير جالي فمو لي خير جالي لا يجعل لي خير فيه فمو خير جالي تكلمت على موضوع مهم وهو سؤال انت خرجت ضده واذا حتى دلت الخير وما تمرش فيه او لا خرجت ضده حتى لا يريد يدعم القناة لا يريد استمر انه يبقى بطلطة جيرك القانات في المنتدى لا 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 شوف شوف القانات ديالتي انا ركت بغان سد درجة قال لي صدامة لكيصابه انا خدام اخوي على راسي خدام على راسي واجيت هنا درت بلازتي خدامة خدام على ولداتي انا مش اش خدام شي حاجة او لا كان ديرنا على الميناج وخدامه حرة ممعبولش على قانات ولكن انا هو اللي دخل عندي دبا عرفني كيفاش دبا انا مش اطلبت ومشيت عنده عيطة لي انا كن بغيت ندعم قاناتي انا نعيط على منذ كل المشاهير اللي كاني ندعبه في الدعبة دالي البوز من صيف اطلع موحد المبلغ ويطلعوا لي القانات ديالتي هو قاناته طالعة ما طالعاش طالع ما طالعاش الفيديو دياله وكي طالع تعيو وحدة ودرت معه فيديوهات اهنا درت مع الكوميديا دخلت معه ما Eloqu خ gdy اطلعت أم Billy كانت اطلع ومشي شجل شج атل ours دار داراً شجله والدي شاف عليه حويج والدي كبير عنده 26 عام شاف عليه حويج حيث يسكن على فوق شاف عليه حويج وبدأ يقول لي وشجله ومسحت أنا ذلك تشجيل ما شاف عليه مثلاً؟ يدر مع العيالات وفي واحد حريجة لا نستطيع أن نقولها في واحد يدر كاميرا مع البنات ويبدأ يحضرها طائحة تحت المانطة تحت المانطة شافوا والدي تحت المانطة والدي الكبير وعيط لينا في الخدمة وعيط لي قال لي يا ماما لا يحترم وقال لي يا والدي ما يقول العيالات وما يدير والدي الكبير لا يبقى ما يحترم كان يقول لي أنا سافره غا يمشي وهو ما بغاش يفهم رأسه وما بغاش يمشي المشكلة عنده عنده الفلوس وكين ينشي ناس يقولوا لي دير تحمل لي كي يجبوا الولاد مو يمتحموا العائلة هو المشكلة راح ما عندهش لواق باش ننفهمكم هو السيد ما عندهش لواق منشي البوليس منشي ديك مره قالوا لي خاصك تخوي لي طيغة واق خاصك تخوي فرانسا نعطي شهر تخوي فرانسا ما عندهش لواق وانا شادة عندي واحد شادة عندي واحد انا ما عندهش لواق هم يعني باش نحراق يعني ما يقدر يكري ما يقدر يخدم ما يقدر يترسي حاجة كان الناس هنا يدخل على شخص يكرم معا في النوار يكرم على شخص الذين يقرأوا و يدخلوا معا في شخص واحد ولكن هو بغي يبقى على العيالات في المبانة ليش يحدى مطلقة يمشي عن دراء اللي شفتوا ركبها لكم في الترانات فلوسه ماشيالي في تيجي بعض و تيجي بيتيكيش حالك الدير ولا لا و غادينا و غادينا علاش كيمشي عند البنات كيمشي عندهم و كيعود يرجال و طيلات فلوسه ماشيالي كون بغي يستقرها حراقجة و بتحية الناس الحراقجة اللي كي يجيبوا العزل للبلاد كي يخرجوا و يخدموا و كيبقوا و يدبروا كي يلقوا و لاش يتسادين فوامهم و هذا الرسم و كي يخدموا يعني انت كي يصابوا ورق ديولو كيتمغادلت بالطناوير و كيدي المستقبال في بلاده و هذا واحد هنا اللي بغي يعي الساعدة هو الساعدة يعي الساعدة كنت عندي ضعري عندي مستقر و لكن انا ما عندي شمشي نشترانات و الطيلات الغالية لا انا قتلك انا خدامة كملي ما جاوبنيش خرج غير قليهم واحد الحوتالة يعني انا حوتالة ما نسميهاش واحد الحوتالة واحد الحوتالة كتدي الخير في بنادم و بنادم كي عقل شعلك داره و لي كيدي فيي الخير هم انا كنت بغيت نطلع بالقاناة انا اللو و لما انا جاعدين انا ماشي من ذاك النوع ماشي من ذاك النوع بش نارى نخلص على وحدة نخلصها و تطلع لي قاناة و نجي للمغرب أنا نجي للمغرب و مش عد شي وحدة نباني معهم الله مندي نعيط على قاناة نمشي تانايا كما يمشون المغرب يدرون مشاريع مع رجالتهم نمشي تانا و نقول للم تانا جيت البلادي و نطلع القاناة و نجي ندخل بحالاتي و لكن لا أنا لا انا ماشي و كل فهمتك شنو نسالتك الاخيرة اختينا دي اللعب فتح جوادي ماش نختمو معك اللقاء نسالة الاخيرة لي هي الله يهديه و ميبقاش يعير الناس و ميبقاش عينو ضوي يعير مهاجرين كاملين يعيرهم يعني يعني هم اللي دارين معهم مزيان هم اللي كيوقفوا معه مني كيطر ليش حاجش كن كيوقف معه مهاجرين هم اللي كيوقفوا معه و قولي الله يهديك و اخختي نادية بقاش اضافة بقى اوانو تباك الله عليك شكرا للا نادية و فرصة سعيدة و مازال ان شاء الله يكون عندنا معك لقاءات ان شاء الله في الايام القليلة القديمة باش نزيدوا نعرفوا الكثير والكثير عن هذه القضية شكرا جزيلا اختي نادية مع السلامة مع السلامة اذا مشاهدينا الكرام كيف مشتو كيف مشتو كان هذا و اللقاء المباشر ديالنا مع الاختنا ديال مهاجر بفرنسا اللي كشفتلينا على القصة ديالها مع الفنان المغربي عبد الفتاح الجوادي في انتظار ان عبد الفتاح الجوادي تصل بينا او لا طبيعي الحال انه عندو حق الرد عندو حق الرد على هادش اللي قالت الاختنا ديال احنا كمتتبعين ديال ديال السياب الفتاح وكمغاربة وايضا سيفتاح فنان مغربي معروف عندو جمهور ودهك الجمهور ديالك السياب الفتاح يهمه جيدا ان يصل الى الحقيقة نحن نطالب ب ردك على هادش السيدة هادش بالصحة السيدة هادش اللي قالت هادش بالصح او لا بالصح الجواب عندك وبنسبة لي انا توصلت مشاهدينا الكرام بمجموعة من الرسائل عبر تقنية الواتساب مجموعة من النساء اللي بغوا يطلعوا في تصريحات مباشرة وبغوا يتكلموا على قصة ديالهم مع عبد الفتاح الجوادي لكن هادش ان شاء الله يعني نزولا عند طلبكم عند طلبكم إلا بغيتوا نزيدوا نتواصلوا مع الناس نزيدوا نخطوا تصريحات في هاد الموضوع ما عندي تموش كيلو مرحبا لكن المهم الآن هو أن السجوادي جوب على هاد السيدة في إطار حق الرد وفي إطار الرأي والرأي الآخر مبقى ما يتقال مشاهدينا الكرام وصلنا على نهاية هاد الفيديو على أمل أننا نطلقوا معكم قريبا إن شاء الله كيف مديماء دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء